السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب مع الجزء الثاني من درس حق المسلم على أخيه المسلم للصف الخامس أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الدرس يا أبنائي بإذن الله تعالى الصيغة الصحيحة لتحية الإسلام وأيضا فوائد زيارة المريض لكل من المريض والزائر وأيضا واجب المسلم تجاه أخيه المسلم إذا توفاه الله وقبل أن نبدأ درسنا اليوم تعالوا يا أبنائي نتذكر ماذا تعلمنا في الجزء السابق تعلمنا قراءة الحديث الشريف قراءة سليمة وتعرفنا أيضا يا أبنائي على راو الحديث الشريف وأخيرا فصرنا معاني المفردات والتراكيب التي وردت في الحديث الشريف الآن هيا نتذكر ما هي حقوق المسلم على أخيه المسلم كما وردت في هذا الحديث من حق المسلم على أخيه المسلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس بارك الله فيكم الآن تعالوا نجيب معا على هذا السؤال ما المقصود بتشميت العاطس؟ هيا يا أبطال من يذكرنا؟ أحسنتم تشميت العاطس المقصود به أن يقول المسلم لأخيه المسلم يرحمك الله أبناء الأعزاء يبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف واجبات وحقوق المسلم تجاه أخيه المسلم من أجل تحقيق الأخوة الإسلامية فيما بينهم ومن هذه الحقوق يا أبنائي رد السلام عزيزي الطالب فكر معي ماذا تفعل إن قابلك جارك صباحا وأنت تغادر بيتك إلى المدرسة؟ ما التحية التي تحيي بها زملائك عند دخولك الصف؟ السلام يا أبنائي هو تحية الإسلام ومن حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه ويقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرد عليه يا أبنائي أخوه المسلم بقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن يا أبنائي الصيغة الصحيحة للسلام في الإسلام هي أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن ما أثر رد السلام على الفرد وعلى المجتمع يا أبنائي؟ أحسنتم يا أبنائي السلام يجلب الألفة والمودة والمحبة بين المسلمين انتبه عزيز الطالب وفكر معي ماذا تقول لمن يهمل تحية الإسلام ويستعمل غيرها؟ هيا نوجه له نصيحة يا أبنائي نعم ننصحه بالقول التالي ينبغي على المسلم يا أبنائي ألا يهمل تحية الإسلام ويستعمل غيرها من الأقوال التي انتشرت في هذه الأيام كأن نقول صباح الخير مساء الخير إلى غير ذلك فالمسلم الحق يا أبنائي يحافظ على هويته الإسلامية ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ومنها رد السلام وعند رد السلام يا أبنائي علينا أن نتحلى ببعض من الآداب ومن آداب السلام ما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم عرفنا يا أبنائي أثر رد السلام علينا في الدنيا فهو يجلب المودة والألفة والمحبة بين المسلمين فهل سيكون لنا أجر في الآخرة على رد السلام؟ بالتأكيد نعم يا أبنائي سيكون لنا أجرا عظيما على رد السلام فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم فقال عشر حسنات ثم مر رجل آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة فمر رجل آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة رواه ابن حبان ومن هذا الحديث يا أبنائي نستنتج أنه عندما نقول السلام عليكم نحصل على عشر حسنات وعندما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإننا نحصل على ثلاثون حسنة أيها عزيزي الطالب تفضل الآن أبناء الأعزاء قيموا أنفسكم ضع علامة صح أمام هذه العبارة إذا كانت صحيحة وعلامة خطأ إذا كانت غير صحيحة السلام يجلب المحبة والمودة بين الناس هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ نعم بارك الله فيكم هذه العبارة صحيحة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي أرجر قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هو حسنة واحدة، عشر حسنات، عشرون حسنة، ثلاثون حسنة؟ تذكروا معي يا أبنائي أحسنتم، نعم بارك الله فيكم، ثلاثون حسنة والآن يا أبنائي نأتي إلى الحق الثاني من حقوق المسلم على أخيه المسلم وهو عيادة المريض فمن حق يا أبنائي وواجب المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرض لأن في زيارة المريض فوائد عظيمة تعود على كل من المريض وعلى الزائر، فأما الفوائد يا أبنائي التي تعود على المريض فإنك عند زيارتك له تخفف عنه المرض وأيضا تدخل السرور على قلبه وأما الأجر والفضل الذي يعود على الزائر فهو أنه يحصل على أجر عظيم من الله تعالى كما عرفنا في الصف الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع وعليكم أن تنتبهوا جيدا يا أبنائي عند زيارة المريض علينا أن نراعي آداب الزيارة لكي تكون زيارتنا نافعة ومأجورة وما هذه الآداب؟ تعالوا بنا أبناء الأعزاء نتذكر سويا هذه الآداب من آداب زيارة المريض يا أبنائي الدعاء له بالأدعية الطيبة والمأثورة كأن نقول مثلا لا بأس عليك طهور إن شاء الله شفاك الله وعفاك وأيضا نحاول أن نطيب خاطره ونرفع معنوياته وثقته برحمة الله تعالى وأن الله سوف يشفيه وأيضا عدم الإطالة في وقت الزيارة لأن ذلك قد يرحقه وأيضا يا أبنائي علينا أن نتحلى عند زيارتنا للمريض بعدم إزعاجه والإكثار عليه من الأسئلة التي قد ترحقه كما يمكننا يا أبنائي أن نجلب له هدية إن أمكن تدخل عليه السرور والبهجة تعالوا يا أبنائي لنجيب على السؤال الخامس من الكتاب صفحة رقم 109 عزيزي الطالب أوقف الفيديو وأجب عن السؤال التالي ثم تحقق من إجابتي هيا يا بطل ما أثر زيارة المسلم لأخيه المريض؟ من يذكرني يا أبنائي؟ نعم بارك الله فيكم إنها تخفف عنه المرض وأيضا تدخل السرور على قلبه وعند زيارتنا يا أبنائي ما الذي يستفيده الزائر؟ بارك الله فيكم يحصل على أجر عظيم من الله تعالى الآن يا أبنائي نأتي إلى الحق الثالث من حقوق المسلم على أخيه المسلم وهو اتباع الجنائز عزيزي الطالب فكر معي ما واجب المسلم تجاه أخيه المسلم إذا مات؟ من حق المسلم يا أبنائي على أخيه المسلم إذا مات أن يتبع جنازته ويصلي عليها ويتبعها حتى تدفن الآن فكروا معي يا أبنائي ما أجر من شهد جنازة أخيه المسلم؟ استمعوا معي يا أبنائي لهذا الحديث لتتعرفوا على هذا الأجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ونستنتج من ذلك يا أبنائي أجر من يشهد الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط أما من شهد الجنازة حتى تدفن فله قيراطان لكن ما المقصود بالقيراط؟ القيراط أعزاء الطلاب هو وحدة قياس للأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأشياء الحساسة والمقصود به هنا يا أبنائي في هذا الحديث مقدار عظيم من الأجر والثواب شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد الآن هيا نجيب عن هذا السؤال ما أجر من شهد الجنازة وصلى عليها حتى تدفن؟ هيا تذكروا معي يا أبنائي وفقكم الله نعم له قيراطان في الجنة تعالوا بنا الآن نكتسب قيمة تربوية المسلم الحق يا أبنائي يؤدي حقوق أخيه المسلم عليه لأن الإسلام دين المحبة والتآلف بين المسلمين وأيضا يا أبنائي علينا أن نحرص على تحية الإسلام الصحيحة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطالب المسلم الحق يقف دائما مع أخيه المسلم في الصراء والضراء هيا أبنائي نراجع ما تعلمناه أجب عن السؤال التالي ما أجر زيارة المريض؟ برك الله فيكم يحصل على أجر عظيم من الله تعالى ضع علامة صح أو خطأ أمام هذه العبارة تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ نعم هذه العبارة صحيحة هيا نتذكر حقوق المسلم على أخيه المسلم عرفنا يا أبنائي في هذا الدرس من حقوق المسلم على أخيه المسلم رد السلام وعيادة المريض وأيضا عرفنا اتباع الجنائز وبإذن الله تعالى في الجزء القادم سوف نتعرف على إجابة الدعوة وتشميت العاطس شكرا لكم أبناء الأعزاء على طيب الاستماع وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم على أمل اللقاء بكم في الجزء الثالث من الدرس دمتم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر